في المزج ما بين الطبيب والنائبة أو الطبيبة والنائبة هنعمل إيه؟ طلب إحاطة؟ أكيد سبقوا طلبات إحاطة نتعيش بالضبط، هقول لحضرتك وأولا لازم يكون في إرادة حقيقية أنا مقدرة جداً فكرة إن برضو الناس خايفة على الناس الغلابة اللي بيبيعوا و بيأكلوا إيش طب أنا لو جابوا الزيت العادي اللي هو دلوقت طبعاً أسعار العالمية زي ما احنا شايفين الزيت زيت جداً طب أنا هشتغل إزاي وهكسب إيه؟ طيب دي نقطة، النقطة الثانية التوعية يعني أنا لما أتكلم مع ستة البيت المصرية وأنا بواجه كلامي لستة البيت المصرية دايماً حريصة على صحة أسرتها اللي أنت هتوفريه لما تجيبي زيت مجهول أو تبيع الزيت بتاعك لحد في الشارع زي ما بيلفوا في الشارع لازم الست تكون فاهمة أن ما بتعمل كده ده بيرجع عليها بأمراض إليها والأسرتها هتصرف أكتر كتير من كده هتقولك طب يا دكتورة أنا هعمل إيه؟ طب أنا عندي زيت وعايزة أخلص منه بالظبط نرجع بقى النقطة الأهم هي الإطار اللي نشتغل فيه كأهزة تنفيذية ودولة ومؤسسات دولة لازم يكون فيه خطة للتجميع فعلاً لأنه فكرة نبيلة جداً وفكرة قويسة جداً أنت بتحمل بيئة وبتستفيد بعديد التدوير يعني ريساكلينج ده حاجة موجودة في العالم كله مهمة جداً يبقى لازم فيه خطة للتجميع بقاليات محددة وتحت رقابة وياريت كمان تكون جهات حكومية أو جهات معتمدة من الحكومة مراقبة ممكن تبقى شركات خاصة معتمدة من الحكومة مراقبة وهي تكون بعملية الجامعة هيقول لنا فيه كده بس واضح أن الرقابة ضعيفة طب أقول لحريرك حاجة وزارة تمويين أعلنت أن عندهم ستة لاف مفاتش تمويين مع دبطية قضائية كل الموضوع ده طيب هما فيه ستة لاف يعني لو أسناهم كده أفريدج على كل محافظة أكتر من متين هما دول لو بيشتغل هيخش المطعم والمحل هيلاقي قدامه الزيت التمام وميت فل واربعتاشر وزيت شكله جميل وعليه تيكت بيقوله أنه هو من شركة من الشركات المعروف هما بيقوله أنه احنا بناخد عينات ماشي ماما يسحب العينة من الجيركن الكويس يسحب من اللي بيشتغل بي الجيركن اللي مش كويس مستخبي لا هي ما أعتقدش أنه برضو الرقابة كمان لو الرقابة كمان هما كل يوم فعلا كل فترة بنسمع عن ضبطيات زي كده بس دي بتبقى حاجات كبيرة طيب الناس اللي هما اللي بنقول عندهم مشكلة أنهم يوفروا زيوت نضيفة في المحلات أو في العربيات المنتشرة دول نحللهم مشكلتهم ازاي أعتقد الموضوع ده ستة لاف مفتش عن ضبطيات قضائية في التموين بس مع العلم إن إحنا عندنا وزارة الصحة لها حق التفتيش طب وقائي وعندنا وزارة البيئة لها حق التفتيش يعني عشان كده برضو أنا مش شايفة نديميزة أن أنت تعدد الجهات المسؤولة عن ضبط الموضوع لأن كل ما بيتتعدد المسؤولين كل ما المسؤولية بديها يعني الموضوع ده أنا بلايق أحيان قضية ضبطتها وزارة الصحة طب وقائي وإحنا العضية الثانية ضبطتها وزارة البيئة وثالثة وزارة التموين فلأ يا جماعة عدوا مع بعض ونعمل موضوع ده مش بسيط طب ما نعدي حاجة اسمها هيئة الرقابة والسلام على الغذائي مثلا ما يدي طبع وزارة الصحة بردو حلو كل ما هو متعلق بغذاء اللي بينزل مفتشين الصحة كل ما هو متعلق بغذاء أعتقد أعتقد ده مدر التصور يندرج المفروض يعني المفترض أنه يندرج هو ده بقى التعديل التشريع فلما حب أكلم شعب مصر زي الفيلم ألاقي واحد أكلمه بالضبط أحد مسؤول أحد أقوله أنت عملت إيه والنتيجة وإيه الأثر في الشارع أنا مش عايزة نقدم طلب إحاطة وفي الآخر نتكلم ويجي لنا ردود جميلة وفي الآخر نلاقي مفيش أثر في الشارع زي حاجات كتير حصلت يعني وكل يوم بتحصل كوارث في الشارع بسبب أنه يعني الكلام نظر الجميل قوي قوي لديكم تصور لمسألة التعامل القانوني مع المسألة مش بس في آلية العقوبة هي في الضبط ده من ناحية ومن ناحية تانيه زي ما قلتي أنا عايز يبقى فيه عندي آلية لتجميع هذه الزيوت عشان تروح لمكان آمن هيعيد استخدامها صناعيا في الحاجات اللي متاح ويتم استخدامها فيها طبعا ده مهم جدا يعني هقول لك الحاجة القانون وافي جدا اشتركوا في القناة